شهدت نسبة حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري تراجعاً كبيراً نسبته قدرت بأزيد من 79% منذ حلول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في المملكة وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني 942 حادثة سير في الفترة ما بين 20 مارس و 12 أبريل الجاري مقابل 4,616 حادثة في نفس الفترة من السنة الماضية الانخفاض الملحوظ يعود إلى قلة حركة السير بالطرق والشوارع والبدارات بسبب التزام المواطنين بالحجر الصحي الذي فرض عليهم عدم تحريك سيارتهم إلا للضرورة وفي أوقات محددة وهو ما توقعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمجرد أعلان حالة الطوارئ الصحية تفاصيل أوفا في روبرتاج لكريم أمزيان وأشرف شقيري ومحمد خير هكذا تبدو شوارع الرباط خالية من السيارات والعربات في مشاهد مختلفة تماما على ما كانت عليه قبل بدء حالة الطوارئ الصحية السائقون الذين صادفناهم يؤكدون أنهم في كثير من الأحيان وهم متجهون من وإلى العمل وجدوا أنفسهم لوحدهم في الطريق دون أن يسجلوا أي ازدحام في المدارات أو النقاط السوداء التي كانت معروفة قبل أزمة كورونا بحالة الاختناق المروري أيها كاللاحب اللي راح بالزاب ديال قلت أصلى النسبة وسيلة ديال السير يعني طمعتي كمون ناس بلد محاضي قلال طنوبيلات اللي جي تشوفوا طروس في هالكاميونات يعني هذي وحد حاجة زيانة أنا كم ما كانش خدمة ما تقنشقها خارج يا والله يحسن العوان الجهات المسؤولة المتمثلة في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن هناك علاقة مباشرة بين فرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية والانخفاض في حوادث السير لكنها تشدد على أنه يبقى احتمال تسجيل تراجع على هذا المستوى واردا وهو فعلا ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني عبر تسجيل 942 حادثة سير في الفترة ما بين العشرين مارس والتاني عشر أبريل الجاري مقابل أربعة آلاف وستمائة وست عشرة حادثة في نفس الفترة من السنة الماضية غير أنها نسبة ضعيفة مقارنة بما كانت عليه في الأيام العادية السائقون والمسؤولون يسجلون بارتياح كبير الأرقام التي جرى إعلانها في الوقت الذي تشير فيه معطيات أن حالات الحوادث التي تم تسجيلها ويعتبرون أن نسبة كبيرة معزولة في حين أن أخرى كانت بسبب مخالفات منها القيادة بسرعة واستغلال خلو الشوارع والطرق من العربات خصوصا تلك التي تنتقل بين المدن لأغراض تجارية في حالة الطوارئ الاستثنائية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة